السلام عليكم شباب وياكم مرتضى جليحاوي شركة سامسونج ما استعدى بهذه السنة انه تقدم كثير من الاجهزة من فئة الاس خاصة الاجهزة المتوسطة اخر التسريبات وفقا لموقع سام موبايل ان جهاز جالكسي الام 30 اس سوف يأتي مواصفات جدا ممتازة وسوف تعلن عنه بالقريب العاجل ممكن الشهر القادم يأتي هذا الجهاز حسب التسريبات بشاشة مقاس 6.4 فول اج دي بلاس لكن لم يعلن بشكل رسمي انه من نوع اموليد او LCD مع معالج الاكسينوس 9610 بدل من معالج 7904 اللي كان بالام 30 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا او 4 جيجا مع ذاكرة تخزين 64 او 128 مع منفذ للذاكرة الخارجية ويأتي هذا الجهاز بكاميرات ثلاثية من الخلف وكاميرا احادية هي بالامام الكاميرا الامامية تكون 16 ميجابيكسل اما الكاميرات الخلفية فتكون العدسة الاساسية 48 ميجابيكسل اما العدسة الثانوية فتكون 5 ميجابيكسل زاد 8 ميجابيكسل ال48 ميجابيكسل تكون بفتحة عدسة 2.0 اما الخمسة تكون 0.2.2 كذلك الاثمانية تكون 2.2 طبعا يأتي هذا الجهاز بأفضل بطارية وهي سعة 6000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط وهذا شيء جدا ممتاز تقدر تقول أول جهاز بشركة سامسونج ممكن يحصل على بطارية 6000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع إذا جاءنا بأجهزة متوسطة الكثير سوف تقتني هذا الجهاز إذا وصلنا بشكل رسمي لأن جهاز بطارية جدا قوية معالجة لا بأس بي مواصفات لا بأس بيها ممكن أن يكون سعره مناسب في يناسب كثير من الأشخاص لاقتناء هذا الجهاز يأتي هذا الجهاز مع نظام الأندرويد باي 9 عواجهة سامسونج الوانيو آي ممكن أن أضيف له بعد فترة تحديث جديد بالوانيو آي 2 يتوقع أن يعلن عنه بشكل رسمي في الشهر القادم ويتوقع أن يكون سعره ما يقارب من 200 دولار إلى 300 دولار نهاية الفيديو أتمنى أن أعجبكم في الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وإياكم مرتضجلي حاوي وفي أمان الله